اشتركوا في القناة وفي قناة بحثنا هذا وجدنا شبهة كثيرا ما يرددها أصحاب التكفير وهذه الشبهة هي شبهة زيارة القبور وبعضهم يسميها عباد القبور يسمي أتباع عاد البيت عليهم السلام بأنهم عباد القبور ويشكل على زيارة قبور الموت المؤمنين ويعتبر زيارة قبورهم شرك بالله تبارك وتعالى لا أعرف ما بين الله ما هو الربط بين الشرك بالله تبارك وتعالى وبين زيارة قبور مسلم وتذكر الآخرة عند قبره تذكر الله تبارك وتعالى عند قبره لا أعرف ما هو الربط بين الشرك بالله تعالى والكفر بالله تعالى وبين أن أزور مؤمنا وفد على ربه تبارك وتعالى أزوره وأقرأ القرآن عنده وأستذكر الموت وأستذكر الله تبارك وتعالى عند هذا الميت يعني يذكرني بالآخرة ما الربط بين هذه وتلك لا أعلم يعني لماذا حين أقف على قبر ميت أكون مشركا بالله هل أنا أعبد صاحب القبر أو أنني أريد منه أن يذكرني بالله تبارك وتعالى ويذكرني بالآخرة ما الربط بين الأمرين عباد القبور عباد القبور زيارة قبر النبي شرك زيارة قبر المؤمن شرك وكأن الميت إذا مات انتهى مشكلة هؤلاء أحبتي قبل أن أبدأ دعوني أحلل قليلا مشكلة أصحاب التكفير أنهم ينظرون إلى الميت إذا مات عدم وانتهى وطبعا هذه ثقافة المشركين مع شديد الأسف هذه ثقافة قريش مشركة مو ثقافة من يعتقد بلا إله إلا الله لأن من يعتقد بلا إله إلا الله لا ينظر إلى الموت إلا عبارة عن قنطر ينتقل من خلالها من عالم إلى عالم وإلا الميت حينما مات من عدم هو في قبره إما ينعم قبر يكون روضا من رياض الجنة وإما يعذب لأن قبر يكون حفر من حفر النيران فبالنتيجة هو يعيش حياته لكن حياة برزخية إذن هو ليس في حالة عدم وانتهاء وتلاشي وكما يقول هؤلاء الذين لا يفهمون ثقافة الإسلام وما ثقافتهم إلا كثقافة الذي دخل على رسول الله وقد أشارت إليه سورة ياسين في آخرها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم شوفوا رميم والآن يقولون هاي الكلمة رميم رميم محمد رميم رميم أكله الدود محمد عصايا خير من محمد يقول قائلهم محمد طارش ذهب محمد انتهى محمد تلاشى محمد بالله عليكم ما الفرق بين هؤلاء وبين ذاك اللي قال لرسول الله من يحيي العظام وهي رميم نظر ذاك إلى الموت كعدم وهؤلاء أيضا ينظرون إلى الموت كعدم ويعتبرون أنفسهم مسلمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كما يقول القرآن الكريم الموت موعدا الموت انتقال بالعاكس ثقافة الإسلام ضد هاي الثقافة 180 درجة لأن عدنا في الرواية الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله الناس نيام إذا ما تنتبهوا رسول الله يقول الانتباه يكون بعد هذه الحياة إذا ماتوا انتبهوا مو إذا ماتوا أصبحوا رميما وتلاشوا وصاروا عدما وانتهوا فالوقوف عليهم شرك وتذكرهم شرك والترحهم عليهم شرك وقراءة قرآن لهم شرك وقراءة سورة الفاتحة شرك شرك أي كلام هذا وهل الله تعالى بعث الإسلام لكي يكثر الناس من خلاله ولكي يدخل النار من خلاله الإسلام رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شرك كفر هذه مو مفردات إسلامية نكثر كل الناس الإسلام دين رحمة مو دين نقمة الناس نيام في الدنيا إذا ما تنتبهوا ولهذا الإنسان في حالة الاحتضار القرآن يعبر عنه فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمْ حَدِيدَ يعني عالم الإنسان ذاك أهم من عالمنا هذا الذي نعيش فيه تعلمون الدنيا سميت دنيا لأنها أدنى كل العوالم يعني من الدنو دنيا من الدنو دنيا في مقابل العليا هي الدنيا إحنا الآن هؤلاء مع شديد الأسف يعتبرون الدنيا هي رأس مالهم اللي هي أدنى كل شيء والعوالم الأخرى ينظرون إليها بعين سوداوية غريب بعين سلبية سوداوية ينظرون إليها فلهذا الميت ما إن مات أصبح كل شيء فيه شرك لا أفهم ما معنى هذه الحساسية من الذي ينتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى تقف على قبل رسول الله شرك مع أن القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاؤوك يا محمد جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما زينا سيقول لي هاي الآية فقط في حياة رسول الله زينا اللي يظلمون أنفسهم بعد وفاة رسول الله شي سوون تغلق يغلق الباب أمامهم يعني اللي يظلمون أنفسهم في حياة النبي يجون للنبي يستغفر لهم النبي الله يغفر لهم جيد زينا اللي يظلمون أنفسهم بعد وفاة النبي ما لهم باب توبة وين يرحون مسكوتون عن الآية قالت فقط هاي في حياة النبي وين قالت أنا شو ما أشوف ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاؤوك سواء كنت حيا ولا كنت ميتا يا محمد جاؤوك هل الشهيد أعظم منزلة من رسول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين إلى آخر الآيات الكريمة الشهيد حي الشهيد أعظم مرتبة من النبي صلى الله عليه وآله في آية أخرى ولا تقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وأنتم لا تشعرون هل الشهيد أعلى مرتبة من رسول الله صلى الله عليه وآله الشهيد حي فما بالك بسيده محمد صلى الله عليه وآله هو حي فلهذا ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاؤوك في حياته الدنيوية ولا في حياته البرزخية يجوك يا محمد وإلا أين يذهبون أين يذهبون فاستغفر الله أي عندك واستغفر لهم الرسول إذا المشرك بالعكس الطريق الصحيح والطريق الطبيعي للناس أن يأتوا إلى رسول الله سواء كان حياً بالحياة الدنيوية ولا البرزخية الشهيد مو أعظم مرتبة من رسول الله صلى الله عليه وآله ويستغفر لهم الرسول يجدون الله تواباً رحيمة وبغير ذلك الطريق ما رح يكون مفتوح لهم أما المنافقون فلا يقبلون بوساطة رسول الله يعتبرون الذهاب للنبي شرك ذو المنافقين القرآن يقول ذو المنافقين بسم الله الرحمن الرحيم ما هي في سورة المنافقين آية خمسة تلك الآية في سورة النساء آية أربعة وستين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون الم يقبل بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والاستخفار عند النبي صلى الله عليه وآله القرآن يقول منافق واللي يريد الله يتوب عليه يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك القرآن لم يقل جاءوني يقول جاءوك يا محمد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وهناك في آيات أخرى كثيرة يعني الأمر لا يقف عند هذه الآية مو فقط الوقوف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام دعا حتى للوقوف على قبور المؤمنين حتى النبي في البخاري وغيره في الصحاح في صحاح المسلمين النبي صلى الله عليه وآله قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور نهيتكم عن زيارة القبور طبعا ليش نهيتكم عن زيارة القبور باعتبار اللي آمنوا الآن بالرسول الله آباءهم كانوا مشركين ماتوا على الشرك فلهذا النبي نهاهم عن زيارة المشركين كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أما الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو بالآخرة باعتبار الآن بدأوا آباءهم يموتون على الإسلام. النبي قال زوروا آباءهم المسلمين. زوروا آباءكم المسلمين أنا نهيتكم في تلك الفترة لأن آباء الناس كانوا مشركين أما الآن بدأوا يموتون على الإسلام فزوروهم. الجماعة بقوا لازمين لتلك وشركوا وكفروا وحرام وليش وشنوا وممنوعوا ما تفهم لي أشي يعني القرآن لما والنبي صلى الله عليه ولمما منع في فترة لحالة لسبب كما في هذه الآية ولا تصلي على أحد مات منهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ليش إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أما إذا آمنوا بالله وآمنوا برسوله وماتوا وهم مؤمنون أقم على قبره يا رسول الله وصلي عليه يا رسول الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله أما إذا آمنوا بالله فصلي عليهم وقف على قبورهم يا رسول الله وين الشرك والكفر وين الشرك والكفر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة سنن ابن ماجة جزء واحد صفحة خمسمائة الحديث ألف وخمسمائة وتسعة وستين وأيضا عنه صلى الله عليه وآله زوروا القبور فإن لكم فيها عبرة زوروا رسول الله يقول شرك غريبون عباد القبور أي كلام هذا أنا أقف على قبر الحسين أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة أنا قاعدة عبدة أقول له أنت تصلي على الله أعبدة شلون أنا أقول لأبا عبد الله أزورك لأنك عبد مخلص لله ومخلص قاعدة عبدة أقول لأت عبد لله أعبدة أي مغالطة هذه أي تهريج هذا أنا في زيارة للحسين وأدعو حتى غير المنتسبين أو المنتمين أدعو حتى غير المنتمين لماذا بقاعدة البيت خليجون إلى زيارة قبر الحسين وخليقون الزيارة اللي شيع يزورون بها إمامهم أشهد أنك قد أقمت الصلاة لله وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين وأطعت الله أقول لأبا عبد الله وأني أحبك لأنك أطعت الله حق إطاعته أنا أعبدة أنا أقول لأنت عبد لله يا حسين أعبدة شون شرك ألمافة النبي يقول زوروا القبور فإن لكم فيها عبرة كنز العمال جزء 15 ستمية وسبعة وأربعين الصفحة الحديث أحاديث كثيرة في هذا الباب كثيرة طبعاً هم مو فقط عدهم حساسية من زيارة الرجال للقبور حساسيتهم أكثر إذا امرأت زور قبر مع أن مسلم في صحيحه روا عن عائشة تقول لما عدهم كفر كفر بالله إذا امرأت زور قبر عدهم حساسية من زيارة الامرأة للقبور أكثر من حساسية الرجل لزيارة القبور مع أنه في صحيح مسلم عن عائشة فقالت لما كانت ليلة التي كان النبي فيها عندي انقلب فوضع ردائه وخلعاً عليه إلى أن تقول فأخذ ردائه رويداً وانتعذ رويداً وفتح الباب فخرج من حجرتها يعني ثم أجافه رويداً فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت أزراري ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع نصليه للنبي يجيزور البقيع وعائشة تلحق النبي هاي في صحيح مسلم سأبين الآن جزء الصفحة تقول أنا الحكت النبي صلى الله عليه وآهلي جن شون الامرأة أكثر تكون مشركة إذا زارت القبور عائشة دخلت للبقيع مع النبي صلى الله عليه وآهلي وعائشة امرأة تقول فقام فأطال القيام على قبور الموتى رسول الله أطال القيام شون شرك هذا في صحيح مسلم فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات إلى أن قالت قال صلى الله عليه طبعاً في مسلم وسلم نحن نقول وآله فإن جبرائيل أتاني رسول الله يقول فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم زين أهل البقيع أحياء له موتى موتى والله أمر محمداً أن يزورهم ويستغفر لهم وين الشرك وعائشة تبعث النبي إلى البقيع وعائشة امرأة أين الشرك؟ أين الكفر؟ أين النهي؟ قالت عائشة تزور الموتى عائشة تزور الموتى وين الشرك في الموضوع؟ وطبعاً كان عندي أدلة كثيرة أخرى وكان عندي بحث مطول ولكن الوقت مع شديد الأسف شارف على الانتهاء ولهذا أكتفي بهذه المعلومات البسيطة التي ذكرتها وإلا عندي معلومات كثيرة لوقت آخر إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة